أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الأمي الأمين خاتم الرسل والأنبياء الجمعين وعلى هده نهتدي إلى يوم الدين أما بعد تحدثنا في التقويم في المرة السابقة أن التقويم اختلافات كثيرة حول مفهومه ناس متعلمة مثقفة واعية تفهم أسباب الاختلاف وتحترم الاختلاف ناس قالوا كم ناس قالوا كيف ناس قالوا تكلموا على الجودة ناس تحدثوا عنه إلو علاقة وارتباط بالقياس وقالوا ناس آخرين إنه قياس جزء من التقويم وأنه تحديد جوانب القوة والضعف ووضع العلاج المناسب ويعتمد على أصدار أحكام وإلى آخر إذن ممكن يكون في خطوة علاجية وإذا ما كانش خطوة علاجية وفي متابعة بتكون عملية التقويم بسيطة أو تنعكس سلبا على المتعلمين وأنه تقويم مش حاجة جديدة درستوها في طرق التدريس العام وطرق التدريس الخاص في أكتر من مادة تعليمية وهناك توجهات من خلال كل مادة على حدى فيما يتعلق بالتقويم حتى تم استعراض هذا الجانب المهم في الدين في الدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلهم مقولة مفادها إني وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني فيما أطعت الله فيكم وإن رأيتم فيها عوجاجا فقوموني ولا بارك الله فيكم إلا بتفعله وهذه عملية التقويم مهمة ومفيدة لتصحيح مصار التعليم لتصحيح المصار لتصحيح الأعوجاج الموجود لتقييم وضع معين للوصول إلى تحقيق أهدافنا التربوية المنشودة عشان كده بنقول حتى كمان على مستوى التقويم ممكن إحنا نقيم المتعلم بالنسبة للمتعلمين قديش هو مستوى كم هو مستوى بالنسبة لزملائه قديش ممكن يحصل في المادة التعليمية بالنسبة لزملائه وممكن إحنا نحط محاك له لوين هو بيصل في إنجاز بيحققه من ذاته حتى نقيمه لنفسه وهذه الأشياء مهمة جدا يعني ممكن إحنا نشعر أنه إحنا ممتازين بالنسبة لزملائنا وممكن إحنا نشعر أنه إحنا ممتازين أيضا لأنه إحنا بنتفوق وينما نروح على أي مكان أين كان بنحقق التفوق شوف كيف هذا بيسميه هذا حاجة ذاتية لكن لما أنا بيقول والله أنا الطالب اللي عندي على سبيل المثال مستوياتهم مش نافعة مثلا طيب وإذا قلت أنا كويسة جيدة ممتازة طيب الطالب اللي حصل درجات اللي حصل درجات وكان عندي مستوى متدني وهو أخذ الأول هو بالفعل هي الدرجة تبعته درجة حقيقية 100% أنه هو طالب مميز لا أكيد لا لكن هي بالنسبة للناس الآخرين درجته بالنسبة للناس الآخرين إذن هذه الأشياء مهمة جدا أنه نفهم أنه فيها شمولية وإلها تخطيط جيد وإلها أعلاقة وارتباط بأهدافنا ولازم تكون مرونة فيها ولازم تكون عملية التقويم فيها إنسانية ولازم تكون فيها اقتصادية وفيها جوانب كثيرة حتى تتحقق الشروط الجيدة في ما يتعلق بعملية التقويم إذن عملية التقويم تشخيص وعلاج تحديد جوانب قوة تحديد جوانب ضعف وضع علاج وإصدار أحكام بخصوص أي موقف تعليمي وإذا طورنا هذا الجانب لابد من المتابعة إذن في عندي خطوات لعملية التقويم في عندي خطوات لعملية التقويم وهي تعتبر بالنسبة لنا مهمة جدا لابد من التركيز على لابد من التركيز على بعض الجوانب المهمة جدا فيما يتعلق بالأهداف إذن الأهداف تحديد الهدف من عملية التقويم الحكم على بقية الأهداف توضيح الأهداف اكتشاف نواح القوة وضعف حتى في عملية التنفيذ تصحيح المسار التحقق من سلامة الفروض الفروض الشو هي فرضيات مثلا هي إجابات ذكية محتملة لو أنا وضعت شغلات معينة وحطيتها ضمن مخططة هل هي ممكن تكون صحيحة أو ممكن تكون خاطئة أو في بعض المسلمات أنا بضعها في العملية التعليمية هدفها هي مساعدة المتعلم المهم إعطاء المتعلم أيضا قدرا من التعزيز وتقديم معلومات أساسية عن الظروف المحيطة بالعملية التعليمية إذن الحكم على المتعلمين من مدى فعالية اللي هو المعلمين عشان كده بنقول يا شطرات إحنا وإحنا بنحط أهدافنا من السهل أنه المتعلمة يتقيم أستاذها من السهل أنها تقيم أستاذها الأستاذ اللي بتكلم قدام الطلبة وبقول مش من حق الطالب أنه يقيمني هو مخطئ هو مخطئ أنتوا بتعرفوا الرسالة اللي إحنا بنقديها إذا ما يتأثر المتعلم من خلال المعلم معنا ذلك أنه التعليم ما بيأثر معناها أنه في خلل في عملية أو في الأسلوب أو في الطريقة المتبعة بالنسبة للمعلم ممكن هو مثلا على سبيل المثال أحيانا بيسرع في بعض الشغلات وممكن يبطئ في بعض الشغلات التسريع زي ما قلنا لكم من قبل أنه هذه المعلومات مرت عليكم وهذه المعلومات التحقق من صحتها أكثر من مرة تم وتم تسريع في هذا الجانب لكن بعض الجوانب الأخرى اللي هي معلومات حديثة أو جديدة بيكون فيها طباط لأنه المعلم يعتمد على الشرح وعلى التوضيح وعلى التحليل وعلى التفسير وعلى الإصدامبات وعلى الاستقصاء وعلى التأمل وعلى كل ما له علاقة بمهارات التفكير العليا إذن هذه الشغلة مهمة جدا أنه نفهم إيش الظروف إيش المدى الفعلية الحكم على مدى الفعلية من خلال التجارب وغيرها أيضا اختيار اللي هي المواقف والظروف الجوانب هذه كلها بتمكنني أني أنا أحدد الهدف أو فضوء الهدف أنا أتحقق من جوانب كثيرة لها علاقة وارتباط بالمواقف والظروف وإحنا حدث ولا حرج إحنا بنعاني من ظروف قاهرة حتى كمان الكتب اللي بتتكلم في مناهجنا التعليمية يعني أغلبها غير مناسبة لأنه إحنا ناس بنعاني من ظروف اجتماعية من ظروف اقتصادية من ظروف سياسية وظروف حتى إنسانية كل هذه الجوانب المجتمعة بتحسسني أني أنا هذه المناهج التعليمية اللي أنا بتعامل معها هي غير مناسبة لأبنائنا لأنه إحنا بتجوز علينا مناهج المقهورين هذه لو أنتم بحثتم عنها مناهج المقهورين ممكن تلاقوها وتشوفوا إيش على إيش بتركز لكن هذه المناهج نتطلع إلى الواقع والمأمول دائما الواقع شيء وطموحاتنا وأملنا في الله وتوقعاتنا هي اللي إحنا وأمنياتنا هي اللي بنيها تتحقق في المناهجنا التعليمية تحديد كم نوع المعلومات اللي بنعطيها للمتعلمين إيش طبيعتها ولا هي مستحدثة ولا هي قديمة ولا هي مناسبة أو مش مناسبة طب أدوات أدوات اللي هي اللي بتعامل معها والأسليب اللي إلها علاقة وارتباط بالتقويم هل هي شاملة أو هي اختبارات هي قوائم رصد هي ملاحظة هي استطلاعات رأي أو هي مقابلات هي ممكن تكون أدوات متنوعة أغلب الأحوال بتتم اختبارات بتقيص مستوى التحصيل للمتعلمين عندنا فقط في الجوانب المعرفية أدنى مستويات المعرفة عند بن يمير بلوم قدرة المتعلم على استرجاع المعلومة وطبعا لما أنا باعتمد فقط على قدرة على استرجاع المعلومة فبتكون المسألة ضعيفة إذن أين مهارات التفكير العليا من تدريس أبنائنا وخصوصا اعتمادها وتقييمها في منهجنا التعليمية إذا كانت الأدوات بسيطة معنى ذلك أنه عملية التقويم تقتصر على قياس الجوانب البسيطة لكن إذا كانت متطورة متطورة معنى تنعكس على أكثر من جانب وممكن نتعرف على الذكوات المتعددة الموجودة عند المتعلمين يعني بتقيس أكثر من مهارة وأكثر من اتجاه وأكثر من أي شغلة أين كانت فبتكون عملية التقويم بهذا الحالة شاملة إذن أيضا جمع البيانات باستخدام الأدوات والأسليم هل تعتمد على أسلوب علمي ولا تعتمد على المساجية في جمع المعلومات لأنها بتعتمد جمع المعلومات ممكن بيتم من خلالها إصدار أحكام وقرارات معينة قد تكون أحيانا صائبة وقد تكون قائبة لأنه طبيعة المعلومات والكذا اللي بنحصل عليها إما تكون جيدة أو لا تكون جيدة فالاعتماد عليها يترتب عليه أيضا نتائج أخرى إذن تحليل البيانات أنا جمعت بيانات والله أنا حصلت على مشكلة معينة أجلمت بيانات وهذه البيانات أغلبها كلها خاطئة وأنا قاعدت أنا أسجلها وأنا أستدل وأستقرر من خلالها وإذا كانت هي خاطئة إذن استداراتي واستداراتي استنتاجاتي وتفسيري وكل الأشياء اللي بتكلموا فيها هي غير مناسبة لإني أنا ما بنيت عليه هو باطل ما بني على باطل فهو باطل إذن أنا أخدت أشياء وبديت أبني عليها يعني هذه الأشياء هي أساسا خاطئة وبديت أنا أستنتج زي ما أقول والله إن بعض الظن شكيت في شغلة معينة وأنا صرت أصدر أحكام وأنا ممنوع أن أصدر أحكام في هذا الجانب لازم أن أتحقق من هذا الجانب وأجمع المعلومات الجيدة وبناء على هذه المعلومات بيبدأ تفسيرها وربطها وتحليلها واستنتاج وإلى خير كل هذه الشغلات مهمة جدا أن نفهم أيضا تفسير البيانات تفسيرها برضو كمان في ضوء المشكلات الجديدة أي إصدار أحكام وقرارات اتخاذ قرارات متابعة تنفيذ هذه القرارات تقول إحنا من الدراسات العليا طلبتنا أجروا تجارب وإلها علاقة وارتباط بالتربية وبالتعليم إلها علاقة وارتباط بطرق التدريس إلها علاقة وارتباط بالجوانب السيكولوجية إلها علاقة وارتباط بالظروف على الإطلاق طيب هذا الكلام معنى ذلك أنه إحنا لما بنتابع شغلات معينة إحنا بس فقط للمتابعة لكن هل توظف وهل تأخذ من خلال أصحاب القرارات والله ينقول والله أنه لو استخدمنا طرق مماثلة إلها علاقة وارتباط بأنشطة تعليمية معينة وغيرنا النمط التقليدي واتبعنا أسليب حديثة في عملية التدريس مثل رسالة فلان وفلان اللي بتتحدث عن حل المشكلات أو استقدام الألعاب التعليمية أو الدراما أو متخذ استراتيجيات معينة في التدريس أو نموذج لنظرية معينة هل تستفيد منها هذا الكلام ما بيصير إذن هذه الشغلات مهمة جدا أنه نفهم أنه في متابعة لتنفيذ القرارات أو تنفيذ النتائج اللي تم الوصول إليها من خلال المعلمين وأصحاب القرارات مناقشة النتائج من له علاقة بهذه الجوانب هو اللي بناقش إذن كل هذه الشغلات اسمعنا عنها وقلنا أنه هذه الأمور متعلقة بالتقويم وكيفية وآلية التعامل مع هذا التقويم وكل المتعلمين وكل التربويين والتوجهات التربوية كلها في نهاية المطاف تعطي قيمة تعطي قيمة للمنهاج والله هذا المنهاج متقدم ومتطور بساعد على تطوير قدرات إبداعات المتعلمين معنى ذلك أنه له قيمة إذن الوقيمة في تحديد اللي هو مسيرة تصميم التدريس مسيرة تصميم اللي هو المنهاج مسيرة تنفيذه العلاقة إبوه مسيرة تطويره العلاقة إبوه تحقيق الأهداف التربوية المانتشودة في ضوء المعايير يفترض إذن هذه الشغلات إحنا ليش بنسعى لتطوير عمليات التقويم أو استخدام أساليب تقويم متنوعة كلها هدفنا هدفنا تصحيح المسار هدفنا توجيه مسيرة التصميم هدفنا تنفيذ شيء بطريقة جيدة تطوير هذا الشيء وفي نهاية المطاف أنا لو كنت أنا ماشي بخطوات جيدة معنى ذلك أنه اتحقق لي النجاح بالإضافة أنه أنا وفرت على نفسي وقت ووفرت على نفسي جهد وعطيت انطباع للناس الآخرين أنه إحنا مناهجنا ما إجت من جانب عبثي بالعكس هي كانت نتيجة دراسات علمية وهذه الدراسات العلمية المنظمة اعتمدت على أسس وقواعد وأصول ومنطلقات انطلقنا من خلالها كأسلوب علمي جيد له انعكاسات على اللي هو الواقع التعليمي بشكل جيد أصبح يعني انعكاس يعني لما تكون عندنا مناهج تعليمية متضمنة كل الأشياء اللي إحنا بنسعى لتحقيقها معنى ذلك نجحين إحنا يعني مثلا أقولكم مثال يمكن هذا المثال غريب شوية بالنسبة لكم إحنا بنسمع عن اللي هو المناهج أنه بقولوا أنها متطورة لكن سلوكيات الناس مش واضحة أنه في مناهج عندنا متطورة محترام للجميع لأنه الكلام جانب مهم ولكن الجانب التطبيقي في المناهج التعليمية اللي هو يفترض يكون أهم إذن مثلاً على سبيل المثال مرة عليكم امبارح يوم المرأة عيد المرأة هل المناهج التعليمية بتعطي قيمة للمرأة الفلسطينية سؤال هل حقوق المرأة الفلسطينية المناهج التعليمية بتركز عليها هل المضامين الأخلاقية والقيم الاجتماعية والقيم السياسية والقيم العقائدية كلها متضمنة في أغلب الأحوال في منهجنا الدراسية كممارسات سلوكية كممارسات أنا بديش كلام الكلام كتير أنا عند استعداد أحرر فلسطين بالكلام وعند الفعل ما صلش لبيتي شوفوا كيف هذه الشغلات مهمة جداً إذن أنا بديها تتحول للسلوكيات وهذه السلوكيات لم ولن تتحول إلا من خلال الأنشطة التعليمية إذن هذه الأشياء يفترض أن تأخذ بعيد الاعتبار أيضاً من خلال تصميم المنهج بعناصر الأربعة يعني مش أنا أركز على جانب وأنسى جوانب لأنه التنفيذ والتطوير عمليتان عمليتان والتنفيذ والتطوير معاً ممكن نبدأ بشغلة وممكن شغلة تانية يكون فيها خلال المهم الثنتين يفترض يكونوا مترافقات لبعض يعني مش أنا مثلاً أنا بدي أنفث وبيدي أطور طيب وكلها هي عوامل لإنجاح المنهج لو كانت هيكت كده متزامنة مع بعضها كل هذه الجوانب مهمة جداً أنه تفهمني أنه أنا لو أنا استخلصت بعض المبادئ اللي بيجتمل عليها التعريف معنى ذلك أني أعطيت قيمة للمنهج ومعنى ذلك أني أنا وجهت المسيرة لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة مين فاهمها هذا الكلام يعني ما فيه إمكانية لإجراء أو تطبيق منهج دراسي على المتعلمين إلا من خلال خطوات يعني وهذه الخطوات إن شاء الله سنتعمل معها نأخذ إبها منطلقات تقويم المنهج التعامل مع المنهج كنظام وإحنا حددنا لكم إياه هذا الكلام في أكثر من موضع يمكن لحظته في بداية الكتاب وفي وسط الكتاب وأمور أخرى أنه دائماً نسعى نسعى إلى إيجاد نظام إيجاد نظام يحقيق لمبدأ الشمولية مبدأ التوازن بين مكونات وعناصر المنهج لو طلعتوا على الكتاب وكتوب مكونات المنهج الأربعة خطأ خطأ في الكتاب المنهج عناصر المنهج عناصر عناصر المنهج مكونات المنهج زي المقصف زي ساحة المدرسة زي نظام الامتحانات زي المكتبة طلعوا كيف زي نوعية اللي هو المكان هذه كلها عوامل مساعدة مكونات مساعدة للمنهج لأنه ممكن أنا أعمل منهج أصمم منهج وهذا المنهج أراعي في الأسس الجيدة ولكن أنا أصطدم بالواقع ما ألاقي عندي مقاعد ما ألاقي عندي كراسي ما ألاقي عندي اللي هو المكان المناسب المكان ما فيش تهوية ما فيش في إضاءة ما فيش في إمكانات تقنية تكنولوجية وأنا عندي منهج قوي أيضا ما فيش ساحة للمدرسة ما فيش نشاطات معينة ما فيش نظام الامتحان حتى كمان تقليدي تقليدي بيعتمد فقط على اختبار بسيط للغاية لا يحقق الأهداف التربوية وبالتالي كلها على بعضها هذه عوامل المساعدة بتساعد المعلم على توصيل المعلومة بطريقة جيدة وإحنا سبق وتكلمنا إذا أنا أعطيت مدرس منهج قوي إذا أعطيته منهج قوي وهو مستوى متدني يعمل على إماتة المنهج يعمل على إماتة المنهج لو كان المنهج ضعيف والمدرس عنده استعدادات وعنده قدرات وعنده كفاءات كفاءات وكفايات تعليمية يستطيع إحياء المنهج يستطيع إحياء المنهج إذن هذه الأشياء مهمة جدا أنه نبدأ بالشمولية وبالتوازن ومكونات المنهج وعناصر المنهج ومدخلاته ومخرجاته طبعا مدخلات وعمليات ومخرجات وكل جانب في خلل يعني تخيلوا لو كان في المدخلات في خلل حينعكس على العمليات حينعكس على المخرجات لو كانت المدخلات جيدة لكن العمليات والتفاعلات اللي تمت مش سليمة برضو حتعطيني مخرجات خاطئة إذن بتنعكس على بعضها لو كانت المخرجات ما لهاش علاقة بالمدخلات وبالعمليات برضو كمان في خلل وهذا انطبق على الأسس المنهج وعناصر المنهج أيضا في مكونات المنهج لو ما كانش فيه انسجام وتناغم في كل الجوانب وكلها مكملة لبعضها ما بتساعد على تطوير العملية التعليمية وبتكون عملية تصميم المنهج ضعيفة للغاية لأنه أنا بركز على الجانب وبنس جوانب زي ما أنا بقول والله أنا بتركز مثلا على شغلة في حالي وبعد يش هنطلع على حالي لقيت فيه شغلات كتيرة كتيرة أنا مش مهتم فيها هذه الشغلات اللي أنا مش مهتم فيها انعكست على الجانب الجيد انعكست على الجانب الجيد ووصلتني لجانب مش مرغوب إذن هذه الشغلات مهمة جدا أنه نفهم كل شيء في حياتنا هي نظام كل شيء حتى الموسيقى اللي بتسمعوها هي نظام وأنا أجب لكم إيها من خلال الطرفة الطرفة صلوا عن نبي لو إحنا قلنا والله تبع العود اعترض على تبع اللي هو الإقاع وقال هذا كيش أنا بعمل البدع لحالي بستغني عن كل الألات الموسيقية شوفتوا كيف قال له تبع العود طب كيف أنا ما بطنطن على العود معنى ذلك أني أنا بخلي العود يتكلم زي فريد الأطرش بصير أنا كذا قال له تبع الكمانجة طب أنا لو إني كذا وإنت يعني متتنكر إلي وإنت مش مهتم بكذا ومش معطيني اهتمام إذن كل هذه الشغلات لو ما انسجمتش مع بعضها ما بتحقق لي النظام من خلالها فبصير إيش دوشة بتتحول لإيش لدوشة هذا فيما يتعلق بالجانب الترفيه هذا وإنت بتسمعوا الموسيقى تبعة مونامور والموسيقى اللي بتسمعوها ها بتلاقي فيه فرق شاسع ما بين موسيقى وموسيقى وإنتوا خدتوا التربة الموسيقية ما بين موسيقى منظمة ومرتبة وإلها إلها إقاعاتها وما بين موسيقى هي بتعتمد على الدوشة والآخر ما بتحقق اللي هو ما بتحقق فيها اللي هو النظام إذن النظرة إلى المنهاج على اعتباره نظام فرعي وإحنا بنقول الأنظمة الفرعية ممكن تتأثر بأشياء تانية زي مثلا على سبيل المثال الطالب المجتهد أو المناهج التعليمية لما هي بتصطدم بالإدارة وبتصطدم بنظام التعليم وبتصطدم بنظام الإرشاد معناها ممكن يكون فيه مشكلة يعني أنا مثلا الطالب اللي عندي الطالب اللي عندي يروح على القبول والتسجيل القبول ويبعته على كذا واذا يبعته على كذا واذا يبعته على كذا كل واحد كل واحد مش عارف إيش طبيعة مهامه هذا معنى ذلك إنه ما فيش نظام معنى ذلك إنه ما فيش نظام لكن لو كل واحد راح على المكان اللي بناسبه وكل واحد وجه له تاني وكذا وكله كمل بعضه معنى ذلك إنه تحقق النظام إذن إذن الجوانب الفرعية ممكن تتأثر بالنظام ممكن تتأثر بنظام التعليم ممكن تتأثر بنظام الإرشاد ممكن تنعكس عليها نظام الإدارة إذن أيضا كمان بنركز على الحرص على النظرة المستقبلية لعملية التقويم لأنه لها علاقة وارتباط بالتنفيذ وبالتطوير وكلهم هم كده مهمة جدا وإحنا اليوم أنتوا عارفين إحنا بنعيش في بيئة مشحونة مشحونة بالغضب بالأحداث وبالتغيرات وممكن في أي لحظة من اللحظات نعيش جو الحرب صح ولا لا إذن إحنا بنحتاج إلى مناهج يستطيع المتعلم من خلالها أن يتكيف وفي قدراته الخاصة من خلال الشيء أو من خلال الظروف المتواجدة شفتوا كيف؟ يعني ممكن إحنا نعطل لنا 20 يوم ممكن نعطل 50 يوم ممكن نعطل 60-70 يوم وطب لو إحنا قلصنا وعطلنا إحنا في سياتنا إليها علاقة وارتباط بالدراسة مجرد أنه خلصت الأحداث إذن إحنا بننا نفهم أنه إحنا بنعيش في بيئة مشحونة عندي أحداث كثيرة عندي تغيرات متسارعة والطلبة الأذكية هم اللي بتكيفوا مع هذه البيئة أو بعيشوا وفي قدراتهم الخاصة عشان كده بنقول أنه أهم شغلة نستوعب اللي هو التكنولوجيا نتمكن منها حتى تنعكس على مستوى أداء أبنائنا وهذه تعتمد في مناهجنا التعلمية وتعتبر مقدسة حتى نواكب العصر والتقدم الألمي والتقني والتكنولوجيا ونواجه أعداء الأمة فيما يتعلق باستخدام وتوظيف هذه التقنية أو التكنولوجيا في العملية التعليمية أيضا ممارسة الحياة التعاونية ممارسة المحافظة على البقاء تطوير مهارة الاختيار المهني التعلم الذاتي يكون عندنا قدرات كل إنسان يستطيع أن يتعلم وفق قدراته يعني أنا ممكن أتعلم شغلة وشغلة 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 غير ممكن ما يتعلمش إلا نص ربع شغلة ويكونش عنده مستوى استعداد عالي حتى يتعلم أيضا مهارات التفكير وحل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرارات هذه تعتبر أيضا مهمة جدا قدرتنا على التواصل مع بعضنا هذا تكيف اجتماعي ذكاء اجتماعي يعتبر المواطنة المحلية والمواطنة العالمية إحنا لا يمكن أن نعيش بمعزل عن الشعوب الأخرى إحنا بنعيش وبنعيش المواطنة الصالحة المواطنة الصالحة إنه يكون المتعلم هو قادر على التعامل مع متطلبات الحياة المعاصرة اليوم اتغيرت الدنيا متطلبات الحياة الصعبة وين هذا المواطن اللي بتحمل المسؤولية واللي ينتمي لوطن وينتمي لهذا العالم يعني ما بنكونش إحنا صورة خلينا نقول منطوية عن العالم إحنا نتأثر بالعالم نتأثر ونؤثر في هذا العالم وأي حدث بيصير حندنا دائما حتى على مستوى غزة لكن أغلب شعوب العالم ابتضامن مع الشعب الفلسطيني في نكباته ولكن لا تقدم حلول نهائية لا تقدم حلول نهائية لكن هذا الموجود أنه قد يتعاطف معنا قد يكون الغرض هدف إنساني وقد يكون هدف وطني أحيانا وقد يكون تتولد عند بعض الشعوب قناعات أنه إحنا الشعب الفلسطيني شعب حر شعب متعلم شعب أبي يرفض كل أشكال الذل يسهم في جوانب متعددة مع الشعوب الأخرى ويتعاون معها ومن حقه العيش على وطنه وبناء دولته المستقلة إذن أيضا كمان التربية الأخلاقية لازم تكون مهمة جدا في منهجنا التعلمية عند التصميم لأنها تقيم هذه الجوانب بترنعكس على سلوكيات المتعلمين إذا ما كانش تطمين لهذه القيم بطريقة مناسبة إذا ما كانش إلا تقيم بطريقة مناسبة حتلاحظوا مناهجنا التعلمية بعد ثلاثة أربعة سنين لو ما كانش إلها دور هذه الجوانب المهمة تلاقي أولادنا مع دمش أخلاق بازت أخلاقهم وعداتنا وتقاليدنا بدت تتفكك وديننا يعني تلاقي كل التعاملات مع الدين معاملات سطحية شكلية وهذه الجوانب تنعكس سلبا في أغلب الأحوال على سلوكيات أبنائنا الاهتمام بالإنسان وطبيعة الإنسان ومستقبله والأنظمة الفرعية كلها هذه يعني ما أحترام لكم ننظر إلها اللي تم ذكرها نظرها متكاملة متكاملة شاملة لأنه أي خلل في جانب منها أي خلل انتبهوا معي أي خلل في جانب معين ممكن ينعكس على باقي الجوانب الأخرى يعني لو ما كانش عندنا تكنولوجيا مشكلة لو ما كان عندنا أخلاق في المعاملات مشكلة لو ما كانش اعتماد على قدراتنا الخاصة مشكلة لو إحنا ما رأينا الظروف وحطناها بعين الاعتبار مشكلة لو إحنا ما اهتمينا بالمواطنة الصالحة مشكلة لو إحنا ما اهتمينا بالتربية الأخلاقية مشكلة لو إحنا ما اعطينا للدين قيمة مشكلة لو إحنا ما تعولنا مع بعض مشكلة لو إحنا ما حفظنا على بقاء وجودنا هنا تعتبر مشكلة يعني ما احترامي لكم ما احترامي لكم انه احنا بالنسبة للشعب الفلسطيني كديش مجازر ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني كديش حروب كديش حروب خاضتها اسرائيل مع العرب كديش احنا ظروف كانت سيئة بالنسبة لنا سيئة لنا للغاية وهذه الظروف السيئة هذه الظروف السيئة هل انهت الشعب الفلسطيني بالعكس كل الحروب وكل المجازر ما زادتنا الا قوة وتصميم وارادة وعزيمة وسيطلط المحتل من هذه البلد وهذه الشغلات مهمة جدا لازم تكون مناهجنا جيدة اذا في عندي معايير لتقويم هذه المناهج وهذه تعتبر معايير من وجهة نظر المقومين مهمة جدا لانها بتركز على الملاءمة وبتركز على المناسبة تبعته ايضا الفاعلية يعني الكفاية والفاعلية في المناهج التعليمية لو اجينا لمعيار الملاءمة او المناسبة يعني هل العناصر اللي انا بستخدمها مناسب العنصر لبقية العناصر مثلا هو اله علاقة ارتباط مناسب ملائم مناسبة للحاجات والامكانات مناسبة لأسس المنهاج طيب بلاش العلاقة وارتباط بالمدخلات والعملية والمخرجات هل تحقق معيار الملائمة ايضا ترتبط بالمكان وترتبط بمفهوم الزمان هل هي ملائمة يعني ما احترامي لكم لو اطلعتوا على الايات القرآنية في القرآن الكريم كان لحظتوا انه الاية الها سبب نزولها مكانها مكانها وزمانها سبحان الله ما نخلط الورق وما نخلط القطايا لما نقول ربنا قال كذا 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 طب شوفوا المناسبة شوفوا المكان شوفوا الحدث اللي بناء عليه المناسبة فهذه الشغلات مهمة جدا انه ناخذها بعين الاعتبار كمعيار ايضا قد يتضمن المنهاج محتوى يتعلق ببيئة مكانية قد تكون بعيدة الصلة وقد تكون قريبة الصلة هل تكون ملائمة من ناحية الزمان او من ناحية المكان هذا الله اعلم اذا احنا بنا ناخدها بعين الاعتبار لو انا جيت اعمل منهاج هل هذا المنهاج ينطبق على البيئة الساحلية ولا على الصحراوية اه ولا على الجبلية بلاش على منطقة قطبية ولا منطقة معتدلة اه كل هذه اقليم مناخي معين دون اقليم مناخي كذا اذا المكان مهم جدا والزمان برضو كمان مهم جدا ولا بد ان يراعى هذا الجانب ايضا الطلبة قد نؤثر فيهم احيانا وقد لا نؤثر فيهم حسب الظروف والموجودة والامكانات او الحقبة الزمنية محترم الكن يا بنات هل اخلاقيات المجتمع اليوم بناء على التقدم والتطور العلمي والتقني والتكنولوجي هي اخلاقيات المجتمع اللي كان قبل تسعة وتسعين في المية لا لا زمنهم مش زمننا اليوم العلم انعكس على الجانب الاخلاقي سلبا في اغلب الاحوال شبتوا كيف اليوم معاكن كل كن جوالات وتكنولوجيا والتصالات اللي لازم اللي مش لازم بنتصل عليه لليش كانت المجموعة القيم والضوابط الاخلاقية اللي بتضبط مجتمع معين يعني قوية وادواتها بسيطة ادواتها بسيطة كمان اليوم اتغيرت الامور اذا نفهم انه كل حقبة زمنية بعيدة تصلة بالطلبة قد لا تؤثر فيهم وانه يفترض انه احنا نفهم امثلة كثيرة على هذا الكلام وخصوصا فيما يتعلق بالمستعمرين اللي فرطوا علينا مناهج لا تسمن ولا تغني من جوع يعني زمان كانوا يا بنات شطرات انه قلونا هذا المنهج مرفوض وهذا المنهج بتعرض لا اسم فلسطين او بتعرض لا الوان العالم الفلسطيني وكانوا يفرضوا علينا مناهج معينة وهذه المناهج لا تطور من قدرات ولا ابداعات المتعلمين بالعكس هي خلينا نقول اثارها سلبية اكتر من الايجابية طبعا ما في الشهوية ولا كذا في عندي معيار الكفاية او الفاعلية لما بقول انا المنهج اثر استخدام منهج تعليمي مقترح على كذا معناها انا بدي اشوف مدى الفاعلية بدي اشوف مدى الفاعلية اذا انا اهتم بتنفيذ المنهج من قبل المعلم قد استخدم وسائل تعليمية او مصادر تعلم بطريقة متطورة قد تكون الكفاية خارجية بمعنى اذا توافرت الوسائل التعليمية والامكانات اللازمة لتحقيق هذه النتائج او المخرجات وفي ضوء هذه الاهداف في ضوء الاهداف ايضا ممكن تكون داخلية بتتعلق بتصميم العناصر نفسها اه بشكل محدد بحيث انها توفر لي او تساعد على توفير اه الشروط الخارجية لتحقيق الكفاية التعليمية اذا هنا عندي انا معايير انا عندي معايير وعندي من المعيارين السابقين اربع احتمالات اربع احتمالات قد تتعلق بتفاعلات الملائمة اه والفاعلية للمنهاج الدراسي يعني ممكن يكون منهاج غير ملائم بدون فاعلية يعني ما بيأثر يعني انا اعملنا مناهج تعليمية بدون دراسة وموتى خبطة وبدون تخطيط وكانت اشتراعي الفروق الفردية ولا القدرات العقلية ولا الظروف ولا الامكانات ولا متضمنة قيم ولا متضمنة اتجاهات بس عبارة عن كم معرفة والكم المعرفة هذا سيء يعني لا يطور من قدرات وابداعات المتعلمين ومش منظم ومش مقطط ولا يراعي اسس المنهاج الاربعة ولا بياخد بعيد اعتبار التصور الاسلامي طبعا لو انا جيت انا اطبق هذا المناهج التعليمية حتلاقي ملهاش علاقة كتير بحاجات المتعلمين ولا تحقق الفعلية يعني ما بيكونش لها اثر يعني ما تطلع على اولاد نتعلمه ولا ما تعلمه كل واحد خلاص لانه في خلل قاتل وين في المناهج التعليمية وهذا حق طبيعي جانب طبيعي انه انا احس انه الخلل موجود وانا ما علشتش الخلل وجيت ادرس لولاد اللي درس واللي ما درس هو نفس السلوك نفس السلوك كيف تتخيلوا لو بنتكلم ليلة ليلة او يوم يوم او في كل محاضرة عن الاخلاق 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 غير ملائم وبفعلية يعني اقول لكم والله زي الطالب اللي ما درس وجاب علامات عالية جاب علامات عالية طيب كيف جاب علامات عالية اه اه هذا يعتبر من اسوأ حالات المنهج محترمي لكم يعني انا لما انا بقى انا بقطيش منهج مش ملائم للطلاب مش ملائم للطلاب وفي نفس الوقت الطلاب بيحصلوا على اعلى درجات هذه لا تقيم الطلاب بطريقة جيدة محترمي لكم يعني ليش لانه المنهج مضروب مش ملائم لا لا طموحاتكم ولا لعدادكم ولا تقاليدكم اهدف مستوردة وكلها على بعضها ما بتراعي اي جانب من الاشياء اللي تم ذكرها في المنهج ولا في عناصره ولا في اسسه ولا في تصوراتنا الاسلامية وفي نفس الوقت الطالب بحصل درجات عالية معنى ذلك انه في خلال طيب منهج ملائم اه وبدو فعلية هذا المنهج ونوعية المنهج لما انا بدي اعطيكم اياه وبطريقة جيدة وممتازة ومميزة وحس انه ما لوش اثر اذا انا ممكن يكون عندي مجموعة ظروف ظروف وامكانات مش طبيعية مش متوفرة مش متوفرة عشان هيك كده ما اثر في المتعلمين فبيحتاج مني اعادة نظر لانه المنهج الملائمة هذه ما راعت بعض الجوانب الاخرى ايضا منهج ملائم وبفعلية وهذا يعتبر احسن الحالات يعني انا بعمل منهج متطور اه وبحاول انا اجل تجارب على المتعلمين وقيم هذه التجارب معنى ذلك انا وصلت لمنهج ملائم لو كانت النتائج ايجابية هذه الاشياء تعتبر بالنسبة انه مهمة جدا كمعايير لقياس فاعلية اي منهج تعليمي اشكركم لحسن استماعكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة